تستعد غدا الثلاثاء الثامن من نوفمبر لجان الاقتراع والفرز في المقرات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج تستعد لاستقبال الناخبين الذين سيشاركون في عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب بهذه المناسبة دعا سعادة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المواطنين المتواجدين في الخارج إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية والتي ستنظم عبر 37 مقرا دبلوماسيا لافتا إلى إمكانية حضور الناخبين للجان الاقتراع والفرز اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية قال إن إجراء الانتخابات النيابية في الخارج دليل على مدى حرص المملكة على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات أوضح أن الإدارة التنفيذية للانتخابات أتمت كافة استعداداتها من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة الخارجية وذلك بهدف ضمان تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب وسط أجواء مماثلة لأجواء نزاهة والشفافية للنظام الانتخابي داخل المملكة وذلك في ظل إشراف قضائي كامل هذا من المقرر أن تضاف نتائج الاقتراع في الخارج إلى نتائج الاقتراع في المملكة والمقرر إجراؤها يوم السبت الموافق الثاني عشر من نوفمبر الجاري اشتركوا في القناة